بالمناسبة الجمهور لأنه الدكتورة الرانية علواني عضو مجلس إدارة النادي طالها من الفابراكة جانب مهود برضو مرتبط فجأة لقيت عشان برضو جمهوري لا لي بعارف الناس دي مش هتسيب أي حاجة كويسة للنادي الاهلي تمشي مش هيسيبه أي علاقات طيبة للنادي الاهلي تكمل الجمهور لازم أن يععد درس كويس ولازم أن يتنبه لخطورة حسابات مضروبة على الفيسبوك وعلى تويتر كانت مؤكد أنها تفعل وهتنشط بهدف الوقيعة بين الاهلي وبين كل الأطراف كل الأطراف باستمرارها تلاقوا في فابراكة وفي ضخ لسموم وفي زرع للأشواك الدكتورة الرانية علواني فجأة أنه في حساب مضروب بإسمها أو تصريح تطالع بيقول أن هي زعلانة وا 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 فاضطرت أنها تطلع بيان على صفحتها زي ما أنتوا شايفين قبل قليل تؤكد دكتورة الرانية علواني أنها لم تدلب أي تصريحات إعلامية تخص النادي الاهلي وذلك بعد رصد تصريحات مفبركة وغير حقيقية خلال الساعات الماضية وسبق أن تقدمت ببلاغ للسلطات المختصة ضد كل من ينتحل أو يستغل اسمها على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي كما تشد الدكتورة الرانية علواني على احترامها الكامل لجميع قرارات مجلس إدارة النادي الاهلي التي تتشرف بكونها أحد أعضائه كما أنها لا تتعامل إعلاميا في أي شاء يخص النادي الاهلي سوى من خلال المركز الإعلام الرسمي للنادي لذلك أنا تعليقي في الأمر كان مبني على الحاجة دي لأن في ناس يسوقها تماما أن يحدث أي نوع من أنواع التقارب أو إصلاح ذات البين في ناس يسوقها هذا الأمر ومش هتسيبه وحتسعى إلى أن تكرر ما فعلته قبل ذلك من وقيعة وإشعال في الأمور فإحنا بنقول الكلام ده وبننبع عليه والنموذج والمثلة هو أي دكتور رانية علواني اللي هو ما تصوروا أنه ربما قد يكون لها موقف فقال لك نسبق ونكتب وإن ما نفتش يبقى كويس سوى بختهم نسيوا أن النادي الأهلي عمل مؤسسي وأن جميع أعضاء مجلس إدارة يحترموا هذا الأمر ومحدش يعني هي طلعت قالت إيه بحترم قرارات المجلس بحترم أن يكون رأي داخل المجلس مش هقول حاجة في سياق سياسات حتى لو قلت لي أنت قابل كده عملت وسويت وماله ما هدي الخبرات المتكرسة لأن السوشيال ميديا دي عملية خطيرة جدة تفسانية ممكن تعمل كده وإنت بتقلم تليفونك تلاقي نفسك عامل لايك ولاش إيه ومنتش قصده وبالمناسبة أستاذ إبراهيم وأنا قلت لك وكلمتك قلت لك بن يابع عني أنا لا بعرف أتعامل مع تويتر وأنا باعرف أتعامل ومن سعاد لمنوش حسابي على تويتر فالناس كتير عملا لي حساباته وتتكلم بإسمي لا في صفحات كمان لمالك وكتابه وحطين صورنا وكلها أراء بقى من القائمين عليك رأيهم هما ها الذي يحترم بس ما يعني ما تحملنيش تبعات رأيك أو ما تدينيش فضل أنا مش بتاعي قلت أنت حاجة جميلة قوي مش بتاعتي مش بتاعتي وما ينفعش أن أدعي إن أنا صاحب الفضل فيها فأرجوكم يا من تحسنون الظن يا من تسيقون النية ابعدوا أنتوا الاتنين على إنكم تتكلمون بأساني وما يبعد شوية لذا لازم التنويه لأنه فعلا التيقذ مطلوب جدا تاني ما ليش أي ما عرفش ما ليش حزابات ما عرفش ما بكتبش ما بتعملش مع الألية دي انت بتقول بس أتكلم واللي عايز يسمع يسمع طب أتكلم طب أنا بقول لك عصد كده التنويه واجب جدا لكل جماهير الأهلي زي ما قلت لكم هؤلاء لا يروق ليهم أبدا أنه الأهلي يهدى أو أنه علاقات طيبة للأهلي مع كل الأطراف تبقى كويسة أو أن الأهلي ومسؤولي يكونوا في وقام ووفاق هتشوفوا من دا كتير إذا كانت الدكتورة راني علواني انزعجت بسرعة لأنه حتى اللي تكتب على لسانها صورة ومحضوطة عليها موقع في الجول عليها في الجول أتمنى أن الزملاء في موقع في الجلوة وموقع كبير وجاد ينفو دا أو يتصدوا ليه ونقدم المواقع يعني استخدامهم في حاجة زي كده أمر يسيل لسمعة هذا الموقع لكن على الآخرين لا في حطورة على الآخرين اللي هما نشطين جدا وأنا عندي معلومات كتيرة لبعضهم عن مال يدبر الحملات ويدشن المحاولات أنه يضرب كل محاولات النادي الأهلي في كل الأطراف أنه جمهور الأهلي يقص جدا ولا يلدغ مؤمن من جحر مرتين شكرا